مجمع مبروكة منارة الإسلام الواقع على عبود 20 كم من مدينة سار حاضرة ولاي الشهر الأوسط أقام حفل بمناسبة تقريج 425 حافظا وحافظا لكتاب الله من بينهم 209 حافظا وبهذه المناسبة قدم مدير المجمع الشيقة سليمان عبد الرحمان كلمة تحدث فيها عن إنجازات المجمع منذ تأسيسه في عام 1991 على يد الشيقة أثمان عبد بركة الذي خرج أكثر من 1550 حافظا لكتاب الله تعالى ويضم الآن حوالي 16 ألف نسمع أما مؤسس المجمع الشيقة أثمان عبد بركة حمض الله تعالى كثيرا على هذا التوفيق معكدا بأن سمار هذا المحد يعد من إنجازات مشيركات الذي أرثى دعائم الحرية والديمقراطية التي سمح للمواطنين بإنجاز العديد من المؤسسات أما ممثل رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية الشيق عبد الدائم عبد الله أثمان النائب الأول رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية فقد شكر الشيق أثمان عبد بركة على هذه الإنجازات خاصة المتمثلة في التعاوش السلمي مع بين المواطنين وفي نحاية المناسبة وزعت شهادات حفظ القرآن الكريم للخرجين وشهاد الشكر وتقدير للجيحات المؤسسة التي أسحمت في نجاه مسيرة هذه الخلوة منذ 30 عاما ترجمة نانسي قنقر